بسم الله الرحمن الرحيم في بداية التبادل التجاري كانت يتم التعامل بالمقايضة ومع تطور التجارة أصبحت المقايضة عديمة المنفعة فكانت تعامل بقطع الذهب والفضة وكان يتم وزن القطع في كل معاملة إلى أن تم دمق هذه القطعة بوزنها فكانت هذه بداية استخدام العملات وأول عملة نشأت أو تم توثيقها في العالم هي عملة مملكة ليديا ومملكة ليديا في الجزء الآسوي من تركيا عام 600 قبل الميلاد وكان منها خليط من الذهب والفضة وبعد انتصارات الإمبراطور الفارسي كورش خصوصا على الممالك المتاخمة للإمبراطورية الفارسية تم استخدام العملات الفارسية في معظم دول المنطقة المحيطة كذلك مع ازدهار الحضارة الإغريقية وانتشار التجارة البحرية انتشرت عملة اليونان التترة أدراخمة الذي تحمل صورة طائر ألبومة وهي بمثابة الدولار في ذلك الوقت كذلك مع انتصارات الإسكندر المغدوني انتشرت العملات التي تحمل صورته وكان انتشار هذه العملة انتشار كبير مع اتساع رقعة الإمبراطورية التي كان يحكمها ومع صعود الإمبراطورية الرومانية انتشرت استخدام العملات الرومانية بفئاتها ومن مميزات العملات الرومانية توثيق صور الأباطرة الرومان حيث كانت تحمل العملة قالبا صورة الإمبراطور وكانت كل الإمبراطورية تسيطر على المنطقة تنتشر عملاتها فلذلك تم استخدام الدينار الذهبي من الإمبراطورية الروم بيزنطة كذلك الدراهم الفضية الساسانية وقد استخدمت في المنطقة العربية خصوصا في مطلع انتشار الإسلام في المنطقة وبإعاز من الإمام محمد الباقر سنة 77 هجرية تمسك أول عملات ذهبية وفضية إسلامية وتحمل الآيات القرآنية وانتشرت العملات الإسلامية من الأندلس إلى الصين ومع اكتشاف العالم الجديد الأمريكيتين تم اكتشاف الكثير من المناجم الذهب والفضة مما زاد من حجب العملة كذلك تم استخدام عملات الذهب والفضة بكثرة في مختلف أنحاء العالم إلى أن جاءت الحرب العالمية الأولى والثانية فزاد التضخم الاقتصادي في المنطقة فأصبح التجاه إلى العملات الورقية ومن ثم إلى بطاقات الاعتمال وتوحيد عملة أوروبا باليورو ترجمة نانسي قنقر